تعالي ندعي لسوريا إنها إن شاء الله ترجع زي الأول يا رب ما حدش عارف المستقبل فيه إيه إنما ربنا يخليهم يتجاوزوا المحنة دي لأن الحقيقة إحنا والسوريين إنتي عارفك تاريخ طويل كنكيل وحدة بالمصر والسوريا كنا بالهم وحدة وخلي بالك إحنا إحنا بيحبوهم وهم بيحبونا جدا جدا أنا عايز أقولك فتحية كبيرة للشعب السوري بقى يا جماعة طبعا أنا قلبي قلبي موجوعة مش بس على الشعب السوري وعلى الشعب الليبي وعلى الشعب العراقي يعني كل البلاد دي اللي بيحصل فيها حروب والعمال بيموت فيها ناس كل يوم واليمن رو اخرى طب قلبي مش موجوعة على الشعب المصري موجوعة ليه موجوعة الإرهاب اللي بيحصل والناس اللي بتروح طب وغلاء المعيشة إلهام وغلاء المعيشة تشوف كلنا تعبنين وكلنا في أوقات عارف إيه بنشتك ونبعبع ونقول بس أول ما يجي حد من بره يتكلم كلمة لأ إحنا بيننا وبنبعد يمكن نقول ونشتك لكن ما نسمحش لحد من بره يقول حاجة علينا وإحنا عارفين طبعا طب احنا هنخرج طب احنا هنخرج من الأزمة بتاعتنا إزاي بس احنا محتاجين صبر ومحتاجين ناس الحقيقة برضو يقولوا بتقهم نفسها في السياسة بس محتاجين كفاءات قوية نقل أكتر عشان البلد تمام عدد أكبر عايزين متخصصين اقتصاد أكتر يعني نبحث وندور عن اقتصاديين بأقول متطورة ومتفتحة إزاي نقدر نزبط الاقتصاد بتاعنا نبحث وندور عن ناس أكتر في مجال التعليم في مجال الصحة إزاي نطور حياتنا أكيد عندنا عقول قوية تقدر تغير حياتنا ترجمة نانسي قنقر